لا ندعي التمييز ولكن نسعى إليه قناة طيور تيفي قناة كل المربيين أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة طيور تيفي وإمانا منا بدور الأمن الصحي في قطع الدجاج سنتطرق ابتداء من حلقة اليوم إلى مجموعة من الحلقات سنتطرق من خلالها إلى مجموعة نماذج الأمراض والفيروسات التي تصيب الدواجين حلقتنا لهذا اليوم سوف نتحدث فيها عن مرض المارك وهو مرض فيروسي سرطاني خابت كابت للمناعة يصيب الدواجين ابتداء من عمر الستة أسابيع ولكنه ينتشر عادة في الدجاج البالغ ما بين الأسبوع 12 إلى الأسبوع رقم 24 وفترة حضانة المرض حوالي 6 أسابيع والمرض وبائي شديد العدوى حيث تصل نسبة النفوق في القطعان الغير المحصنة إلى حوالي 10 إلى 30% وقد تصل أحيانا إلى 80% لكن كيف نعرف أن قطعنا مصاب بالمارك؟ الإصابة بالمرض تظهر على القطعان من خلال البطء في النمو مع شلل في الأرجل والأجنحة حيث يمشي الطائر بطريقة غير طبيعته ثم يفقد بعد ذلك السيطرة على أرجله التي يحدث بها عرج ثم تلتوي أصابع الرجل مع تقوس مفصل الركبة وضمور عضلة الفخض مع ظهور إسهال مائي مصفر اللون درائحة كريهة مع عدم قدرة الطائر على الحركة للوصول إلى المعالف والمساقي مما يحدث هزال شديد لهذه الطيور نتيجة للجوع والعطش تموت كما أنها قد تظهر الإصابة أحيانا في العين بتغيير لونها إلى اللون الرمادي مع اختفاء الخطوط الإشعاعية وتشوه القزحية وتقل قدرتها على الاستجابة للضوء وتضيق تدريجيا وقد يصاب الطائر بالعام تتم الإصابة بالمرض الكاتاكيت الصغيرة خلال الأسبوع الأولى من العمر عن طريق الفيروس المتواجد في غبار وفرشة العنبر نتيجة لإصابة قطع سابق مرببه ولم يتم تطهره حيث تنتشر الإصابة عن طريق الجهاز التنفسي وفي عدة أيام ينتشر الفيروس في الأنسجة اللنفاوية مسبب الورم وفي ضرف أسبوعين ينتشر الفيروس في جذور وتجاوي فريش كما أن الإصابة بمرض الكوكسيديا والطفيلية الداخلية تهيي الطائر للإصابة بالمارك كما أنه يمكن نقل العدوى أيضا عن طريق الهواء المحمل بالفيروس نتيجة قرب المزارع من بعضها وقد يصاب الكوتكوت بالفيروس منذ اليوم الأول من حياته ولكنه يبقى حيا بجسم الطائر طوال فترة حياته بالرغم من وجود أجسام مناعية بجسمه نتيجة عن التحصين أو عن طريق انتقالها من الأم ولكن لا يظهر الفيروس في أي نشاط إلا بعد بضعة أسابيع لأن تكاطر الفيروس يكون بطئ وفترة حضانته طويلة إذن ما هي أسالب الوقاية والعلاج؟ للوقاية من هذا الفيروس يجب تربية سلالة من الطيور يكون لها مقدورة وراتية عالية لمقاومة المرض الاهتمام بتهوية وتطهير العنابر بالفرمال 3% أو الصودة الكاوية 1% لأنه ما يمكنهما القضاء على الفيروس فورا وعدم تربية أعمار مختلفة من الكاتاكيت في نفس المزرعة وأيضا عدم تدبدو درجات الحرارة بالارتفاع والانخفض مما يسبب للطيور نزلات برد مع العوامل المجهدة الأخرى كنقص التغذية أو الزحام أو السؤال التهوية مما يؤدي إلى نفوق مرتفع وعدم الاستفادة من اللقاح المستخدم والحل هو التحصين ضد المرض بلقاح المارك وذلك بإدابة اللقاح في المحلول المذيب المرفق معه والحقن بمعدل 0.2 سنتيمتر لكل كوتكوت ويتم ذلك في عضلة الفخذ أو تحت جلد الرقبة وذلك عند الفقس مباشرة نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله